طيب في إطار التحضير لمباراة الأهل والهلال أو الهلال والأهل لأن الأهل هو اللي رايح ضيف على الهلال السوداني النهاردة مجلس إطارة النادي الأهل برئاسة الكابتن محمود الخطيب كلف العمري فاروق نائب رئيس النادي برئاسة بعثة فريق النادي الأهل المتجهة إلى السودان يوم الخميس استعدادا لمواجهة الهلال في إطار مباراة الجولة الألثانية من دور المجموعات لدور أبطال إفريقيا الفريق هيسافر الخميس إن شاء الله على متن طائرة خاصة لمواجهة الهلال يوم السبت الساعة 3 العصر الناس ممكن تقول ليه المباراة ما بتتلعبش بالليل في شهر 7 اللي فات الاتحاد الأفريقي لما أرسل رايحة الترخيص المتعلقة باعتماد الملاعب حدد نقاط ومعايير مهمة جدا نقاط متعلقة بالحضور الجماهيري ونقاط متعلقة بالأضواء الكشفة يمكن ملعب الهلال من الملاعب اللي ممكن لسه معايير الإضاءة أو الأضواء الكشفة لسه ما وصلتش للدرجة اللي الاتحاد الإفريقيا عايزها فبيسمح للهلال أنه يلعب الساعة 3 العصر ولكن الهلال السوداني حتى لو المعايير تم الاتفاق عليها وتم تركيب الأضواء الكشفة بدقة معينة طقة لمعايير الكاف أكيد الهلال هيلعب بالليل وده لعب حتى بالليل في الأدوار التمهدية لكن الأدوار التمهدية لها معايير في الرخصة غير معايير دور المجموعات حتى الملاعب أنت في الفترة اللي جاية هتشوفوا ملاعب كان بيتلاعب عليها مباراة دور التمهيدي أو دور الاتنين وثلاثين مش هتلاقوها في دور المجموعات وفي ملاعب كانت كاملة العدد في الأدوار الأولى هتلاقي العدد الحضور الجمهوري ممكن يختارب من نصف الساعة أو أقل من نصف الساعة تبقى لشروط الكاف لأن كل ما بترتقي للأدوار في دور الأبطال إفريقيا كل ما المعايير بتبقى أكبر وكل ما اشتراطات الكاف بتبقى فيها نقاط أكتر وبالتالي احنا رايحين لمرحلة أن في ملاعب ممكن الساعة الجمهورية ما تكونش كاملة العدد الساعة الجمهورية ممكن تكون أقل من النصف وممكن كمان ملاعب ما يقامش عليها مباريات سواء بسبب الإضاءة الكشفة فتلعب بالنهار أو ما تتلعبش عليها خالص مباريات فتنتقل إلى ملاعب أخرى ويمكن حاليا ملعب بالكونغو الدموقراطية من ضمن الملاعب اللي الاتحاد الإفريقي لم يعتمدها وبالتالي بنسبة كبيرة جدا فيه تقلاب هيلعب فيه برازافيل مش هيلعب فيه الكونغو الدموقراطية فده كان شرح مهم جدا أشرح للناس موضوع الملعب مطش الهلال والأهلي وإن شاء الله بإذن الله هتبقى مباراة كبيرة وهذه المباراة تحديدا بتبقى المباراة الممتعة والمسيرة لأن فيها حضور إعلامي وبعض المطشوات كان فيها حضور جماهيري وعلى المستوى الفني كمان بنستمتع بالهلال والأهلي في مباراة الإفريقية على مدار السنوات اللي فاتت وإحنا كده كده موجودين كمان وسط أشقاءنا وإخواتنا في السودان فإن شاء الله بإذن الله نستمتع بمباراة كبيرة ما بين الفريقين يوم السبت اللي جاي في الجولة التانية اشتركوا في القناة